صافي الاحتياطي الدولي لدى الاحتياطي الدولي هنا اللي انت بتسميه الاحتياطيات من العملة الصعبة ناس بتسميه الاحتياطي الدولاري بس افش حاجة اسمه الاحتياطي الدولاري هو احتياطي من سلة عملات والمعدن النفيسة بتساوي كام؟ طيب 13-15 كان 16 و 3 من 10 مليار تاني من سنة 13 لسنة 15 كان اللي حلتنا في الاحتياطي 16 و 3 من 10 مليار طيب زاد الاحتياطي بسبب برنامج اقتصادي ناجح جدا ناجح يعني حصل ايه؟ يعني عايز تقول الاحتياطي الدبلار لا مش هقولك الاحتياطي الدبلار يبقى كذاب هو اكتر من الدبل ما هو لو الدبلار يبقى 32 و 6 من 10 بس لما يوصل سنة 19 ل41 و 7 من 10 يبقى ايه؟ طيب حصل بقى من بعد 19 حصل لنا ايه؟ حصل لنا كلنا على هذا الكوكب ايه؟ ازمة اقتصادية كبرى بسبب الكورونا طيب خرجنا من ازمة الكورونا يا دوب الكورونا تنحسر ايه اللي جرى؟ اضرب حرب صح؟ ولا احنا بنخترع الحروب دي مثلا ده في الكون الموازي لا يا حبيبي من 20-20 لـ 20-22 هذا الاحتياطي انخفض بس انخفض قد ايه؟ من 41 و 7 من 10 بقى 38 و 9 من 10 قول 39 يعني عمليا انخفض 2 مليار و 8 من 10 بالملي من 19 لـ 22 في 3 سنين كورونا وحرب واقتصاد عالمي يا ان مش عارف انتوا تابعتوا في النشر مع زميلاتي انه توقعات الاقتصاد الالماني انه النتج القومي الالماني هينزل نصف المية هينزل مش هيستقر مش هيزيد ودمين الاقتصاد الالماني ربع اقوى اقتصاد على مستوى العالم الاقتصاد رقم واحد في اوروبا بالكامل مش في الاتحاد الاوروبي في اوروبا بالكامل هينخفض دي نواتج الحرب دي نواتج الحرب عايز نواتج الحرب ما تأثرش عليك؟ بقى امرتل ايه؟ ترجمة نانسي قنقر